تميز التقرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس في إبراز الجهود المخلصة لأبناء الوطن لدعم مسيرة التطور الحضاري بقيادة جلالة الملك المعظم وصلت التقرير السنوي للسلطة التشريعية الضوء على الانجازات النوعية التي رسخت ركائز العمل السياسي والديمقراطي وستترك الأثر الإيجابي على واقع العمل والإجراءات القانونية في مملكة البحرين لمواصلة العمل على ما تحقق من انجازات مهمة بقيادة جلالة الملك المعظم وبعد انقضاء أحد فصول العمل الوطني تسلم جلالته التغرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد الثاني ليؤكد على الجهود الوطنية المخلصة في سبيل تطور التشريعات والقوانين الوطنية ويجتمل التغرير السنوي لدور الانعقاد على إنجازات المجلسين ودورهم الرقابي والتشريعي الفاعل والمشهود في سبيل تطور منظومة القوانين والتشريعات التي تخدم الوطن والمواطنين كما استعرض التغرير السنوي إيقاع العمل البرلماني المتناسق في أداء وظائفه كما تضمن التغرير السنوي الحركة النشطة التي مارستها الدبلوماسية البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني عبر مشاركات وفود الشعبة البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية مجمل هذه النتائج المتميزة التي قام بها أعضاء السلطة التشريعية ستترك أثرا إيجابيا على واقع العمل والإجراءات القانونية في مملكة البحرين نظرا لحرصهما على تحمل الأمانة في الدفاع عن الوطن ومكتسبات المواطنين وحماية المقدرات والمنجزات فهذه المسؤولية الوطنية تؤكد ضمان استدامة العملية التشريعية التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز المسيرة التنموية الشاملة لإثراء العمل البرلماني التي تشهدها مملكة البحرين والتي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم اشتركوا في القناة